دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبة على روسيا متهما الغرب بالتباطئ في اتخاذ إجراءته لردع موسكو ذلك عقب إعلانه قيام روسيا باستئناف الضربات الصاروخية فجر اليوم مؤكدا أن القوات الروسية منعت من التقدم في معظم الاتجاهات وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الهجوم الروسي على بلاده مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتعلق بالخضعين للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط وسيتبق في غضون تسعين يوما في كل المناطق الأوكرانية